اختتم محهد البحرين لتنمية السياسية والأمانة العامة لمجلس النواب محاضرة التنظيم التشريعي لحماية الاستدامة البيئية ضمن برنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس النواب والتي قدمها الدكتور محمد مبارك من دينا الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عبر تقنية الاتصال المرئي حيث تم تسجط الضوء على الجوانب القانونية المتعلقة بحماية البيئة محاضرة متخصصة نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية والأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة سلطت الضوء على تاريخ العمل البيئي في مملكة البحرين وأهم السياسات والتشريعات المنظمة لحماية الاستدامة البيئية ودور مجلس النواب في سن التشريعات اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية في البحرين المحاضرة بتكون حول قوانين البيئية وأهم التشريعات البيئية وهذه اللي اطلع الأخوان السادة في السلطة التشريعية حول شنو ممكن يتطور قانون البيئة ويساند المقترح المتقدم من قبل حكومة الموقرة إلى السلطة التشريعية بقانون جديد يتكون من 125 مادة أعتقد بتنقل الغطاع البيئي نقلة نوعية من الناحية التشريعية كما تم خلال المحاضرة تسليط الضوء على دور المجلس الأعلى للبيئة في تعزيز الوعي البيئي والمهام الموكلة إليه إضافة إلى تطرقه للتشريعات الحالية ومدى ملاءمتها مع المستجدات في القطاع البيئي الغانون الجديد بتكلم عن أبواب مختلفة بتكلم عن كيفية المحافظة على المحميات بتكلم عن الطرق السليم للتعامل مع الموالي الكيميائية بتكلم عن أفضل السبل للتعامل مع المخلفات بتكلم عن أفضل التشريعات خصوصا بالتعامل مع المواد المشعة وخطط الطوارئ الشعاعية وبناهيج عن موضوع التعامل مع التنوع الهيوي وأهمية المحافظة على التنوع الهيوي خصوصا في البيئة البحرية هذه أهم محاور المشروع الجديد نقاشات مستفضة تارت بين السادة أعضاء مجلس النواب والمحاضر في نهاية المحاضرة بما يساهم في تقديم المزيد من المقترحات النيابية وفق الأطر القانونية البيئية لحماية الحياة الفطرية في المملكة معلومات متخصصة قدمها المحاضر للسادة النواب سلط الضوء فيها على أبرز القوانين المتعلقة بالجانب البيئي بما يساهم في تعزيز الثقافة القانونية والدستورية من الناحية البيئية خولنا لجرينيس لمركز الأحبار تلفزيون البحرين